النهاردة احنا سمعين بأخبار كويسة جدا عن استثمارات أكتر من 195 مليون دولار 1.2 من 10 مليار جنيه في خمس اتفاقات إطارية للشراكة بين اقتصادية قناة السويس وعدد من شركات القطاع الخاص وده حضره الرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وطبعا حضره السيد وليد جمال الدين الرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اللي برحب به عبر الهاتف أهلا وسهلا وليد به مبروك أولا على هذا التحرك وعتقد ده تحرك من ضمن تحركات كثيرة في الفترة الأخيرة طبعا احنا بنحاول دايما نشوف الشركات الداخلية والخارجية وده كان تحرك ده لي يعني الخمس شركات اللي احنا دادنا نستخدمهم هم شركات عاملة حاليا داخل السوء المصري وتحدثنا مع أكثر من خمسين شركة وتوصلنا للخمس شركات دول اللي هم عندهم نية للتوسع في بعض المنتجات الضرورية للسوء المصري بعضهم هيكون في السكنة في منطقة السكنة الصناعية أورف بعضهم هيكون في منطقة الأمطرة غرب اللي هي في السماعيل نعم طيب خلينا نقول يعني النهاردة أكيد في حوافز بتقدم لهذه الشركات عشان تبقى في المنطقة الاقتصادية وكنا عارفين أن يعني الحوافز ما زالت من الممكن أنها تبقى أفضل لهذه المنطقة عشان خاطر يعني نعجل بمزيد من الاستثمارات فيها وخصوصا أن العالم حاطت عينه عليها وشايفها لكن مستني مننا إجراءات هل بدأنا ناخد إجراءات جديدة؟ طبعا إحنا في معين من الحوافز حوافز مباشرة وحوافز غير مباشرة حوافز مباشرة هي الحوافز الضربية المعروفة وفي حوافز مباشرة اللي احنا في بعض الأحيان بنستخدمها زي ما هو دخل خضرتك حاليا احنا طبعا مقدمين حاليا طلب تعديل قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإضافة بعض الحوافز الإضافية ضربية أو غير ضربية عشان تكون المنطقة الاقتصادية أكثر تنافسية مع المناطق الأخرى المثيرة في العالم ولكن الحين ماذا يحصل أو يمتغي منه احنا طبعا مش وقفين سبسين فهو بالتالي الحوافز داخل المطقة جيدة ولكن بنضيف عليها بعض الحوافز باقتمسك طبعا اللي انا هقوله ده يعني شيء يعني بيرجع بالمستثمر ولكن احداهم ان احنا ممكن ندخل معه كمنطقة اقتصادية مخفية لشركة الاستثمار اللي احنا كوناها الزراعة الاستثمارية للهيئة بقيمة الارض تحصة عينية في بعض المشروع وبالتالي اقلله بعض المصاريف الخاصة بتكلفة الارض ان انا ادخل معاه في دراسة الجدوة اللي هو يعملها للمشروع فادفع انا جزء من هزي التكليف مثلا بنسبة خمسين في المية ان انا ممكن وطبعا لتعلمات فقامة الرئيس ان احنا نفاعد في الانشاءات الخاصة لبعض هزي المشاريع وهو بالتالي هو بس يركز على المعدات الخاصة بيه وبالتالي كل الكلام ده وده طبعا كل اللي انا قلته ده ده حاجة اختيارية مفيش حاجة هو مجبر عليها اختار اي حاجة من الحاجات المقدمة او الثلاثة مع بعض زي ما هو يحب وبالتالي المستثمين دولا زي ما تحركنا اه كلمنا مع حوالي خمسين مستثمين محلي ودلنا نتواصل ان او نجذب اهتمام خمسة اه بيشتغلوا في السور مصر حاليا منهم اتنين من تركيا وتلاتة مصريين اه وبالتالي اه بيشتغلوا في ملابسه من السجاد بيشتغلوا في صناعة الدواء بيشتغلوا في عادة تدوير البلاستيك بيشتغلوا في مجالات الخزائية اه والاخشاب فطبعا ده عمل التنوع وهنقابل في الفترة اللي جاية كمان عدد من الشركات الاخرى الذي تعمل ده في المصر ونشوف ازاي يقدروا يعملون منتجات تحتاجها السوق المصري وبالتالي نقل الفاتورة الاسترادية من وسطا بعض الصناعة المهمة ده بخلاف طبعا الجوالات الترويجية اللي احنا بنكون منها من حين لاخر في بعض دول بذاتة يعني بدول معينة لاستخطاب بعض الاستثمارات برضو اللي احنا شايفين يمحتاجينها كسوق مصري او نقدر حتى نخلي السوق كبير لبعض الكينات الكبيرة انهي للاسواق اللي حوالينا الكينات الاقتصادية اللي حوالينا زي اوروبا زي افريقيا زي الاسواق العربية وبالتالي احنا وطننا صناعة للسوق المحلي بالاضافة استخدام المنطقة الاقتصادية كمنصة للتصدير للاسواق المجاوة خالص الامنيات بالتوفيق لحضراتكم في عملكم الدقوب المؤنس وليد جمال الدين رئيس الهاية العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس محتاجين كتير من ده كتير قوي ومحتاجين ناس كتير زي المؤنس وليد كده والناس المخلصة بفريق عمله اللي بيشتغلوا على انهم يعملوا حاجة وبسرعة وحاجة كويسة وتبقى معانا مع الزمن